موسيقى في المنى يبدأ في جامعة كولومبيا في نيويورك و تكون الطلبة مستنيين للدكتور أليكسندر في الممرات و ينشغل الدكتور و يدي درسه و ينسى موعده مع صاحبته إيمة و الرغم من أنه هذه السنة الأولى لشغلته كأستاذ في الجامعة إلا أنه يحاول يقدم أفضل شيء لطلابه و يحاول يكون مثل أي واحد و يتصرف مثلهم و يتصرف مثل أي شخص عادي و يذهب للبيت و يستعد للموعد و يجزمي له ديفيد للمختبر و يقول دائما أنه لا يكون مهوس بالاختراعات و الخالات العلمية و في الطريق قبل أن يصل للموعد يرى هذا النموذج الأولى للعربية و يعرض عليه صاحبه و أنه يخطر رحلة و لكن يرفض لأنه يريد أن يلحق الموعد و يصل أليكسندر للموعد و يكون متوتر قدام إيمة و لا يستطيع أن يعبر لها عن رغبته في الارتباط و يذهب إلى الخاتم و يقدم لها هنا تكون إيمة فرحانة و تطبست قوي لكن يقطع فرحتهم حرامي و يخرج من الغابة و يهددهم و يطلب منهم يده كل شيء غالي لكن إيمة ترفض تديه الخاتم و يجم أليكسندر على الحرامي و تحصل بينهم على الأجامد و يضرب الحرامي النار على إيمة و تموت إيمة على يد خطيبه و بعد مرور أربع سنوات كده يكون أليكس مهوس بالعلوم أكثر من أي وقت تاني و هذا يجعل مدبرة المنزل و صاحبه و فيلبي يلقوا عليه و يطلب منه و يخاف شوية عن نفسه و عيش حياته لكن يقول أليكس يسيبه الوحد هنا بيكشف أليكس عن أعظم اختراع له وهو قلت الزمن و يستخدمها عشان يرجع لحبابته إيمة و تعمل قلت الزمن و يرجع اليوم اللي فقت في حبابته و يكون فرحان لما يشوف إيمة عايشة و تفتكر حصل أي من زمان عشان كده بدل ما يروح الغابة بيقرر يروح المدينة و يشوف العربية و يتجاهلها لأنه مش شايف غير عينين إيمة و يطلب منها تروح البيت و هنا بيقول لها كم كلمة حب و قبل ما يسيبها بيشوف أليكس بيع الوارد و يروح يشتري وارد لأنه عمل ما قدم لها وارد و هنا بيحصل حادثة و تضرب العربية إيمة و هنا بيتوتر أليكس و بيعرف انه القدر مش عاوزه يبقى هو و إيمة مع بعض عشان كده بيخطط لرحلة تانية بالزمن و بحاول يلاقي حل المشكلته لكن المرة بيروح لسنة 2023 في نيويورك و بيكونوا البشر قدروا يوصلوا للأمر و يتعمروا و بيروح أليكس للمكتبة العامة و بيقابل فوكس اللي بيديع انه بيعرف كل حاجة عن العالم و بيسأله أليكس إزاي يقدر يحصل على المعلومات عن السفر عبر الزمن لكن بيقول له ان ده خيال علمي و بيقول له بعض أسماء الأشخاص اللي ارتبط اسمهم بآلات الزمن و بيكون اسمه هو من ضمنهم و خصوصا في الروايات وبتيجي للدكتور حالة إحباط و بيقرر يسافر لسنة 2037 و هنا بيشوف انه العالم تعرض لكرسى و كل حاجة رماد و بيحاول بجل انقاذ مساعدته لكنه بيسأله محصل ايه للعالم ف بيقول له انهم حطموا الأمر و اللي استعمروه و ده كان له تسير كبير على الأرض و بيرجع الدكتور قلت الزمن و هو خايف و بيتكابل و بيوقع و بالخطأ كده بيرسل مصار للمستقبل البعيد قوي و بيكون العالم تغير بشكل جزء و بيكون وصل لعام 8027 و بيكون في مجموعة من الناس بتنقذه و بيعلقوه و بيعتنو به لحد ما يرجع لواعيه و هنا بيقوم يلبس و يشوف حد من اللي يساعدوه و بيكتشف أليكس ان الناس عايشة في كواخ متعلقة بأطراف الجبال و بيتفاجأ سكان القبيلة في منظر أليكس و بتقدر واحدة منهم تتواصل معاه لانها بتعرف اللغة الحجارية اللي تعلمتها وهي صغيرة لكنهم بينسوها بمرور الوقت و بيشوف رئيس القبيلة الدكتور غريب و لازم يطلوه يرمون بالنهر لكن البيت بتعرضه و بيقول أليكس انه جاء من الزمن الماضي لكن البيت ما تقدرش تفهم الكلام ده و بيقول له ان اسمها أمارة و بتقنعهم انه الغريب ده متجول أحمق و ضرب رأسه برحلته و بقى كده كده في القبيلة و بيحاول يتكلم أليكس عن عالمه الماضي و ده بيخلي كلين أخو مار يشوفه عالمه جميل و بيطلب كلين و مار ينام عندهم الليلة و بيكون أليكس متفاجئ بيتغير العالم و وصله النقطة دي من التاريخ و بيبص للسماء و بيشوف انه الأمر تدمر و هناك حزام صغير من الشظايا حوالين الأرض و بيسأل أليكس ليه بيأخده أزازة زماية بالليل و بتقول له هم انهم بيخافوا من السر و بيتكلم الدكتور عن الورود و ما بتعرفش مرة الورود بتكون ايه و بيوعد هيدور عنها الصبح و في الغابة بتقرب أشباح شريرة و بتحط نصبة من الجماجم و بيصحى الدكتور و ده بيكون كبوس و بيصحى برضه كالين و بيشوفه شائف كبوس كمان و بتهديه أخته و بيكلم أليكس مع مار عن الكبوس و بيقوله انه كل اللي هنا شافوا الكبوس ده و بيسمعهم بيقوله كلمة مرلوك و بتقول مار انه دي مجرد قصة للأطفال و في ثاني يوم بيشوفها أليكس تغيرات لحظة العالم و شون القبيلة بتحتفظ ببقائها المدن كتزكار و بتسأله مار عن سبب سفره عبر الزمن وهو ليه عايز يرجع لورا بيقول لها انه عايز يغير الماضي و بتفهمش الأسباب دي و بتسأل عن سبب اللي يخلي أي واحد يعمل كده و بالنهاية بتفهم و هما ركبين المركب بيسأل أليكس هو ليه ما فيش كبار في السن في القبيلة و بتجاوبوا مار انهم تركوا المكان عشان ما يبقوش في الماضي و بيصلوا لحقل الطواحين و بينبسط كالين جدا و بيطلب من أليكس يقوله عن حكاياته الماضي و بالنهاية بيوصل أليكس و مار لقالة الزمن وبتطلب منه انه ياخد أخوها كالين معاه فجأة بيحصل موقف مخيف و بيسمعوا صوت صريخ و زقير من القرية و بيعرفوا انها بخطر و بيقولوا يشوفوا في ايه و بيلاقوا القرية فضية و و فجأة يلاقي أليكس مخلوقات غريبة تشبه القرية البشرية و الناس خايفة و تجري و بيوصلوا العدد الكبير من المخلوقات الغريبة و بيرموا القرية بالسهام و تتصمر بواحد منهم و بحاول أليكس يتفحص السهام و بيلاحظوا ان فيه سهائل لازج اسود فجأة يتحاصر أليكس و القرود المخلوقات الغريبة التي تخرج من تحت الارض و المخلوقات دي كان عندها قوى خارقة و طرق صيد بدائية عشان يمسكوا القرية و بيشوف أليكس واحدة من المخلوقات دي و بيهدم على كالين و بيجروا و ينقزوا و بيبدأ المخلوق دي يلاحقه فيتعلق الدكتور بواحدة من التواحين و بيتعلق المخلوق برقله و بيحاول يوقعه لكن بيوقع المخلوق على الأرض و بيفقد الوعد شوية و لما بيصحى بيرجع تاني يتسلق الطحون و بيصل الدكتور و بيوقعه و بيجي كالين بحاول ينقزه بالنار و بيهرب المخلوق من فتحات موجودة بالأرض و بيشوف أليكس زي الوحش بيبسك مار و بيأخذها من فتحة مفتحة الأرض و بيقترح الدك على الناس يروح ينقزوا مار لكنهم ما بيقدروش و بيقولوله ان دي طبيعة حياتهم هنا هنا بيلوم أليكس القرويين لانهم ما قدروش يدافع عن أنفسهم و بيقوله رئيس القبيلة انه اللي بيدافع عن القرية هم أول الناس اللي هيتقبض عليهم و بيروح يتكلم مع كالين و بيقوله لازم يعملوا حاجة و مش لازم يوقف كده و بيجاوب كالين لما المخلوقات بتمسك حد ما بيقدروش يعملوا حاجة والموقات دي اسمها المورلوكس و بيقوله كمان انه في مكان بتسكن فيه الأشباه و ب بيروحوا الاثنين عليه بالليل و بيكون المكان هو بآية المكتبة العامة اللي زارها أليكس في الماضي و بيشوف هناك الأدوات والمجسمات بتاعت فوكس على الرغم من انه ما بقاش في تحديث تلقائي لبرنامج فوكس الا انه المعلومات اللي تم جمعها كافية اللي تخليه يعرف انه فيه نوعين مسيطرين على الأرض واحد منهم بيعيش على سطح الأرض والتاني بيعيش تحت الأرض و بيكون فوكس متشاء من المستقبل و من اللي حيحصل للأرض لكن ما بيقدرش يعمل اي حاجة و بيفتكر فوكس لما قابل أ و قاله كمان انه يعرف واحد من أفراد الموركس اللي هرب و بيسأل أليكس فوكس عن الحقيقة و بيحذروا فوكس من فزاعة الحقيقة و بيقوله انه صاحبه اللي هرب زمان موجود في شرق الغابة وهو اللي عنده الإجابات لأسئلته و لما بيروح الاثنين اللي هنا بيشوف نفس نصب الجماجة من اللي شافه بالكوابيس و بيقول أليكس انه سيروح لوحده و ينقذ مار و بيقول كالم انه شاف المخلوقات دي أخذت آلة الزمن بتاعته ما بيعرفش الدكتور أخذها ليه و بينزل الدك دكتور الجبل و بيلاقي مدخل كهف و بيدخلوا بيلاقي آلات معقدة جدا مش موجودة عند الناس اللي فوق و بيلاقي مخلوقين و بيرحقهم و بيشوف ان مجتمعهم بيصنع الآلات المعدنية و انهم متطورين جدا اكتر بكتير من الناس اللي فوق و بيوصل الدكتور لغرفة فيها ادوات تعزيب مختلفة و ملابس كتيرة وبينها بيشوف سلسل مار و بعد ما بيسحب رفع بالخطأ بيقع في برماية بيحبقية بشرية و بيشوفوه الملكس و بياخدوه كسجين و بيحب ينزل السللم بيشوف مار وهي بالقفص و بيشوقعت العرش قدامه و بيقابل ابر المورلوك زعيم القبيلة و بيقوله لما اتدمر القمر انقسم الجنس البشري لقسمين واحد فضل على سطح الارض والتاني تحت سطح الارض و انه تم استنساخ المورلوك عشان ينقسم الناس لاصحاب العقول واصحاب العضلات و انه من السهل التحكم بيهم عن طريق التخاطر بيقوله انهم يمسكوا البشر عشان يكلوهم و يكونوا مسابة اوعية لمورلوكس جديد بيقوله كمان انه لو لا قوة التخاطرية اللي بي استخدمها كان قال المورلوكس في خطر لانه احتياطي الطعام هيخلص بعد كم شهر و بيستعرض ابر المورلوكس كريات اليكس و بيقوله انه منافق لانه بينتقد اسلوب حياتهم و في الوقت نفسه هو بيسافر بطريقة مش طبيعية و بيشوف اليكس بالجزء الخلفي من الغرفة الساعة بتاعته و بيشوف كمان انهم بينقلوا الات الزمن و مخططات لمختبر قديم و بيشوف اما مع اطفاله و هم عايشين حياة حالوة و بيقول ابر المورلوكس هو ليه مش قادر يرجع بالماضي لانه موت ا بيقيمة هو السبب في اختراع الات الزمن و لو موتها ما كانش هيخترع الالة دي و بيكشف الرئيس عن الات الزمن و بيقوله يركبها فبيطلب اليكس يديه ساعته و بيقوم الرئيس و بيسلمه ساعته لكن هو يديه ساعته و بيسحبه اليكس و بيطولع خناءة بينهم و بتشتغل الات الزمن لكن القوى الخارقة اللي بيمتلكها الرئيس بتتفوق على الاول بدنية للدكتور لكن اليكس بيدمر الصمام و ده بيشتت الرئيس بخليه يتعلق من رقبته ببرة الالة وهي بتشتغل و بيلا يلاحظ ان الرئيس بدأ يكبر بالعمر بسرعة ويتحول لغبار وهنا بيبص قالت الزمن وبيلأ انها وصلت لأكثر من 635 مليون سنة وبيشوف انه العالم تدمر وحكامه هما بقوا المورلوكس عشان كده بياخد قرار نهائي انه هيرجع للعامل الموجود فيها عشان نقص مار وبيستخدم ساعته للتشويش ويوقف قالت الزمن وبيحاول هو ومار يهربوا وبتطلق قالت الزمن موجة زمنية بتخلي المخلوقات تكبر بسرعة وتتحول لغبار وبيقدر الاثنين يهربوا في الوقت المناسب وبتتأسف مار للدكتور لانه خسر قالته عشان ينقص وبيقول لها انه مبقاش مهتم بيها والنسب ماضي وراه وبعد كده مشوف القبيلة بتسالي نفسها وهي تسمع قصص الماضي من فوق وبيستمتعوا بامان بعد ما ماتوا قال للموري وبيتكلم أليكس لمار واخوها عن معلمه القديم وصحبه فيلبي والسيدة واتشب اللي بيكانوا فرحانين عشان صديقهم في مكان في سعادة اكتر وحيكون مبسط اكتر وبيتقول فيلبي للسيدة واتشد تيجي تشتغل عنده كمدبرة منزل وبتوافق لحد يجي أليكس وبيترك فيبي المكانه وبيكون قلع ببعضه احتراما للذكرات فانا لكم الفيلم مع اعجابكم اذا اعجبكم الفيلم ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل افلام كديد وامان اللايكس